بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخوانا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية والمزارعين أهلا وسهلا بحضراتكم سؤال يا جماعة بيورد لي كتير تقريبا بشبه يوم وكلما تكلمت عن فيديو في الطماطم أو الخيار أو أي شيء من خلافه يقولك الصنف اللي انت زرعه ده إيه سؤال بقف بصراحة ربنا حيران لأن الأصناف بتختلف من مكان لمكان وبتختلف من دولة لدولة فأنا عايز حضرتك تكون موقع يعني عندك يقيم بأن مفيش حاجة اسمها الكممرشة النمدة بلاش وخالص ليه لأن الكممرشة النمدة اسم تجاري بمعنى برضو يعني اسم تجاري يعني الشركات الكبيرة زي ريكزوان وزي سانجينتا وزي باير والشركات الكبيرة دي العملاقة دي طبعا بيبقالها عندها أصناف كتير فبتنزل الصنف برقم بتنزل الصنف على الشركات الصغيرة في أي دولة برقم لحد بيبقى الرقم دهوت بيبقى شغال سنة سنتين تلاتة في نطاق التجاري بواخد رقم بس يا جماعة بعد ما بياخد رقمه لو سبت نجاحه فبيبدأ الشركة الصغيرة اللي هي في أي دولة دي تبدأ تدي له اسم تجاري المهندس بقى اللي كان شغال على الصنف أو اللي بدأ يعمل التجارب بتاعته وزرعه في مزرعة مثلا فنجح فيها سماها على اسم صاحب المزرعة واحد كان بيحب واحدة مثلا فلسعت منه لأنه حب كان من طرف واحد فسمها على اسمها يعني وفاءا للي ضربته بومبة واحد كان بيحب حماته زي دعني اللازم زي حماته كان زي الفنانة ماري مونيب كده طبعا اخونا المصريين فاهمين انا بقول ايه ممكن العرب مش فاهمين الغاز دي واحد حماته زي الفنانة ماري مونيب فبعزها قوي يعني فسمى الصنف على اسمها وكذا يعني فما تشغلش نفسك كتير بالاسم التجاري لأنه كل دولة لها اسماء معينة بس في بركود بيتحط كده بيبقى دولي يعني البزرديا بحس ورح أي دولة الشركة بتعرف ان ده صنفها ولا مصنفها بباركود بيبقى حطينه على كده وعموما يعني انا مش خابر في علم البزور يعني ولكن ده الموجز او اللي استفدناه من القصة بتاعتنا دي المهم فما تشغلش نفسك بالكم يرشايا نيم او الاسم التجاري عشان بس ما ايه اه مش كل واحد يكلمني يقولي الصنف اللي انت زرعه ايه بلاش الكلمة دي عشان عشان بتعب منها بالله عليك والمهم يعني المهم الصنف اللي انت زرعه ايه يا جماعة النبات زي ما بقولها دايما وفي جدا 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 بمعنى صدقني لو اي صنف حضرتك اكرمته هيكرمك وكرمك جامد جدا 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 لان النبات زي ما قلت لحضرتك وفي جدا 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 ممكن الانسان يكون غدار وممكن تكرمه يهينك وممكن تعمل معاه اللي ما تعملش ومع ذلك الاخر يقولك انت عملتلي ايه لا النبات غير كده النبات لا يعرف اللوع ولا يعرف المشاكل ولا يعرف البغض ولا الكراهية ولا الحقد ولا اي حاجة خالص النبات شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه لخدمة البشرية يعني تفهمني لخدمة البشرية ومش زعلان خالص يعني النبات من حتى لو اسأتي لهو ما بزعلش منك المهم يعني خلينا في اللي احنا فيه افضل صنف خيار ايه افضل صنف طمطيب ايه زي ما قلت لك مفيش حاجة اسمها صنف كويس وصنف وحش المهم من النبات كله وفي للانسان بمعنى لو انا حتى عندي صنف اه في صنف بتميز عن التاني بشوية ولكن الميزة دي يا جماعة لا تتعدى العشرة خمستاشر المية بمعنى ان لو متر الخيار مسلا معايا بيجيب 20 كلو للمتر المربع ده صنف الصنف اللي هو ممكن يكون اقل منه لو اكرمته هيجيب سدقني الكلام ده كله وممكن يتفوق عليه المهم أنك تكون أصلا تكرم الصنف بتاعك بمعنى أول حاجة في الصنف بتاعي يا جماعة أول حاجة في الصنف بتاعي الأول أحدد الثربة بتاعتي الثربة بتاعتي فيها ملوحة في أصناف إلى حد ما تتحمل الملوحة طريقا في بعض أصناف الطماطم ممكن تتحمل الملوحة ممكن لو عندي ملوحة زي ده أجيب صنف الأصل الأصل الخيار مثلا ويبدأ طعم عليه وأصل الأصل بتاعه بيبقى مقاوم للملوحة تمام لو عندي مثلا الطربة الطينية مثلا وممكن يجي لها عفن جزور مثلا في الخيار فممكن أجيب أصل وطعم عليه الأصل أجيب صنف خيار وطعم على أصل يتحمل الأعفن بتاعت الجزور لو الطربة عندي مثلا فيها نيماتودة ممكن أجيب أصل برضو بتحمل للنيماتودة وببدأ أزرع عليه الصنف بتاعه وطعم عليه الصنف بتاعي اللي أنا جايبه لو أنا عملت دي حاجات في إيديه والمفروض براعيها في الصنف بتاعي كمان براعي بالصنف بتاعي الموسم بتاعه هل هو أنا عايز الصنف ده هو بغارة شورت سيزون موسم أصير يعني أربع شهور وألب ولا عايزه لونج سيزون يعني موسم طويل هزرعه مثلا من بداية 11 أستنى ألعه مثلا في شهر أربعة ده إيه فيه أصناف كده وفيه أصناف كده تمام آآ غير كده كمان آآ فيه أصناف آآ بتبقى آآ يعني آآ ملطي يعني متعدد وفيه صنف بيبقى سينجل برضو بحدده تمام ولكن على كل على كل آآ آآ اسكت عايز صنف كويس لابد إنك تكرم الصنف ده هوت بعد ما حددت كل الحجدات أرضك فيها النماتودة أرضك فيها ملوحة آآ إلى أرض بتاعتك المية اللي بتروي بها ملحة الجو عندك شكله إيه برضو مهدي بتتحكم لي في الصنف الجو عندك شكله إيه بمعنى برضو يعني أنت عايز تزرع صيفي ولا شتوي ولا خريفي ولا ربيعي لازم تحدد القصة دي معروف إن الصيفي بيبدأ من 21 يونيو اللي هو شهر ستة لحد 21 سبتمبر اللي هو شهر تسعة من 21 سبتمبر اللي هو شهر تسعة لحد 21 ديسمبر اللي هو شهر اتناشر ده بيكون عندنا فصل الخريف فيه من 21 اتناشر لحد 21 تلاتة ده بنسميه الشتة ومعنى 21 تلاتة الواحد وعشرين يونيو ده بنسميه الربيع عندنا تمام فأنت بتحدد الصنف بتاعك ده هوت ممكن يكون إيه كمان لو أنت عايز تزرع في الشتة بتحدد الصنف بتاعك ده هوت ممكن أجيب صنف ملطي صيفي تمام وعايز أزرعه عندي دفاية ولا ما عنديش لو عندي دفاية مش هتفرق الدنيا معايا كتير والصنف عندي هيبقى كويس جدا لأشغل الدفاية مثلا على درجة 15 أو 17 بالليل إذن فالاستهلاك بتاع الصلار عندي هيضاهي الإنتاج لإن أنا عندي موسم عندي صنف ملطي بينتك كتير وزي وزي في الصيف أوية ممكن يقيل حاجة بسيطة ولكن صنف كويس وشغال معايا كويس على أساس في تدفئة بالليل فاللي طالع كمية الإنتاج العالية مع كمية المعاد نفسه اللي بيبقى فيه الخيار مش متواجد أو موجود بقلة يعني فبتلاقي الصنف أو الإنتاج بعوض معاك عملية التدفئة في البيوت عندك اللي بتستهلك نقضيات عالية يعني تمام دي غير كده يا جماعة مفيش صنف اسمه بقى حلو صنفه وحش طالما أنت رأيت الحاجات ديا الدور عليك انت بقى الدور عليك انت طالما حطيت برنامج التسميت بتاعك كويس طالما حطيت برنامج المكافحة بتاعك كويس طالما حطيت برنامج الجمع بتاعك كويس ما تسيب ليش بقى عشان تكبر الخير تسيب لي الخيار اسبوع والاخر تقول لي اه انا بس عشان اجمع جمعة كويسة مهم كل ما قاعدت السمار كتير على النبات اي نعم هي ممكن تكون صحة ممكن تكون غلط يعني انا النهار لو هجمع اه خيار مسلا الصمرة دي مسلا يعني خمسين جرام ماذا سيبتها مسلا كمان بعد بكرة هجمعها اه صدقني هتتاكل ما فيش اي مشكلة فيها تمام ولكن هتزيد لي كمان خمسة وعشترين جرام في ظرف يوم او بكرة زي دلوقتي كده 24 ساعة هتزيد لي خمسة وعشترين جرام طبعا مش مبلغة ده طبعا ده الخيار معروف لكل الناس هتزيد لي خمسة وعشترين جرام اذا فانا زودت بنسبة 30% تمام بس ما تفضلش اكتر من كده يا جماعة لان هي برضو مكسها لان نبات فترة كبيرة هتعمل لي مشاكل في عمليات التنفيل بتاعت النبات وان هي هتهديلي النبات بدري وان النبات هيبقى مشغول بيها لحد ما تتشال ويمستغنى عن القمة النمية وعن الطلع لفوق دي كل اللي ممكن نقوله عن الصنف الكويس الخير اذا فانا والله ما عندي ما اقدرش اقول صنف كويس بعينه انا قلتلك الكويس حتى لو انت اهملت وصدقني وعمره ما هيكون كويس ولكن فيه شوي قواعد واسس انا قلتها لك لابد تختار الصنف بتاع الخير بتاعك على اساسها وصدقني ما فيش شركة اصلا الشركات دي يا جماعة الكبيرة دي صدقوني الموازنات بتاعتها بتبقى تقريبا اكبر من موازنات بعض الديول كمان تمام فهو ما يقدرش ينزل صنف وحش على اساس ان هو يخسر صمعته لا ده هو بيخفيه ويرميه في المحيط ولا تفرق معه في اي حاجة خالص لازم ينزل الصنف ينزل صنف محترم والمهندس التسويق المحترم اللي عرف ربنا بقولك الصنف ده ينفع في المعادة دهوت او ما ينفعش تمام لان هو اساسا واخد على ان هي مش بيع وخلاص ومعظم الشركات ما بتعملش تارجت اصبحت التوجه الجديد لزم معظم شركات البزر كتتعمل لك تارجت الاول اذا بيعطى قدي كذا قديك كذا دلوقتي الشركات المحترمة ما عادش بتعمل تارجت بمعنى برضو ان هو يهم الكواليت بتاعه والمهندس بتاعه ما يرتبطش بان هو يجدب على الناس وقول له ده الصنف ده كويس والاخر يتخرب بيت الصنف ويتحرق قبل ما ينزل فالشركات دي شركات المحترمة الكبيرة دي بتبقى طبعا طبعا يهمها جدا جدا الصنف بتاعها رايح لفين وجاي مدين وهمهوش يكسب في المدى القصير هو يهم ويكسب على المدى البعيد فحضرتك برضو المفروض يكون في دماغك ان ما فيش حاجة اسمها صنف يعني انك هتزرعه هيبقى افضل من الافضل حاجة لا الصنف حتى لو وحش وانت زرعته او انا بقول الفرق بين الوحش والحلو قد ايه حاجات بسيطة يعني 10% ممكن بس في الاخر الاصناف كلها اصناف محترمة ولكن انت تكون موفق في انك توضع استراتيجية للصنف بتاعك انت هتزرعه فين والمعاد بتاعه ايه والموسم طويل ولا قصير والملوحة عندك ايه والدنيا دي كلتها ايه وعندك تدفئة ولا معندكش وفي الاخر قرر انك انت تزرع صنف ايه ولو خدت العوامل دي كلتها كده وابتديت ابتديت تدريسها كويس على اي صنف عندك هيكون ممتاز جدا وهيجيب لك انتاجية يعني ممتازة جدا 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 ده اللي احنا ممكن نقدر نتكلم فيه في الصنف الكويس يريت اكون يعني ما قلتش حاجة بس بس اعتقد ان انا يعني قلتلك المفروض نعمل ايه بس ده المفروض نعمل ايه الصنف الكويس طبعا السيمترية بتاحته زي انت بشايف كده بتكون كويسة يعني القصة من فوق كده بتكون كويسة مفيش القمة النامية مفيش نوم يعني الصنف الكويس بيبقى معروف تجه نص طبعا فيه مفيش تنفيل مفيش اي حاجة كل الحاجات دي بتبقى من مواصفات الصنف الكويس اه تمام العقل بطاعته برضو ما تكونش كبيرة مع ان العقل دي صنف شغل انتك انت فالصنف الكويس مفيش حاجة اسمها صنف كويس وصنف مضروب بالنار خالص لا وحتى يعني بلاحظ بعض المهندسين طالع الصنف كزا على الفيسبوك يعني فيش حاجة اسمها صنف كزا مش صنف كزا فيش حاجة اسمها انت صنفك كويس ما تتكلمش عليه كتير هو كده كده هينفع ماشي صنفك وحش اكتر واحد يعرف او المزارح يعرف ان كانوا وحش ولا مش وحش وقلت الفرق بالوحش والحلو مش كتير وما فيش شركة محترمة بترمي نفسها كده او ترمي صنف ان هي تكسب منه سنة سنتين ويتحرق لا هو عايز على الماضي الطويل ما يهمهش يكسب على فكرة سنة ولا سنتين الى اولينين وبعد كده تحرق لا هو عايزه يقعد فترة كبيرة جدا جدا عشان كده لازم يديلك صنف محترم اما ازا بقى الصنف اخفق عندك فالقصة انك انت ما درستش العوامل ديت كويس ولا تلومن الى نفسك دمتم في حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته